سائل يقول مات والدي رحمه الله تعالى ورأيته في المنام يهديني ملابسه فما تأويل هذا المنام هذا منام خير وبركة وما تخافش هذه بشرة خير لأن الملابس هي السطرة والسطرة القميص سطرة وبشرة وزوال هم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا في قصة سنة يوسف عليه السلام مادم باباكه ذلك الملابس تاوه وميت فهي دعوة خير باباكه يدعي لك بالسطرة بشاربي يستطرك فوق الأرض ويستطرك تحت الأرض ويستطرك يوم العرض ما لا أبشر خير السطرة بشر خير وزوال هم إن شاء الله هذا منام مفرح سائل يقول هل من السنة عقد الزواج في المسجد نعم اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضعبوا عليه بالدفوف رواه الترمذي أعلنوا هذا النكاح يعني دير العرس دير الوليمة بلغوا واجعلوه في المساجد هاي واجعلوه في المساجد نحن جارة العادة عندنا وهذا الدليل بالعوائد انتعنا والحمد لله كلها من الكتاب والسنة انهم يديروا الفاتحة في المسجد جيد وهذا من السنة واجعلوه في المساجد وضعبوا عليه بالدفوف طبلوا سمعتوا يا لأكو تقولوا الدربوك حرام سمعتوا يا لأكو تقولوا الدربوك حرام والدف حرام والنشد حرام والإنشد حرام يعني وين رايحين استمعوا إلى سيد الخلق يقول أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد وضعبوا عليه بالدفوف واحدة طفلة من الصالحات تزوجت وخوها متعصب اخوها متعصب يعني انهار العرس التحام سكينا انهار العرس واي قاعدة فالتصديرها كما يقولهم صدر انسى من حولها شدين دربوك ويغنوا انسى انسى في انسى في قرعة كين غير انسى ويدخل خوها هذك فيه السنسى زعمة بلي دربوك حرام يدخل هو فيه السنسى هو ما قاش بلي دخوله وسط النساء المكشوفات حرام كي تدخل انت هو السنسى ماشي حرام وهم متزينات في العرس ما ليدخل فيه السنسى ورفض هذيك الدربوك وكسرها على رأس خطو كسر لها الدربوك على رأسها في النهار العرس التحها وهي عاروسة صغيرة وفرحانة مسكينة وهم يطبلوا عليها ويغنيوا لها وداروا لها الحنة ولبسوا لها اللباس الأبيض في اللحظة اللي رأيه فرحانة مسكينة يدخل هذا المتشدد ويرفض الدربوك ويكسرها على رأسها حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والله لقد ظلمتها ويحاسبك ربي انت ياكي دخلت فيه السنسى ما شي حرم عليك واحد النهار كنا دارين أيام الجمعية الخيرية كنا دارين سوق تعال نساء نساء يبيعوا لنساء الرجال ممنوع يدخلوا كانوا يبيعوا ملابس داخلية حتى عيطوا لنساء النساء عيطوا لي أزر بيا الشيخ أزر بيا الشيخ أو ادخلوا وحد الأخ أو ادخلوا وحد الأخ هما خافوا منه لحيتوا طويلة نصف الساق مكاح العين يعني خادم روحوا أخديم أدخلت أنا ورحت لي قلت له أسمع ممنوع تدخل هذا السوق تعنساء ما يجوز لك تدخل قال لي ما شي حرم عليكم تبيعوا الملابس تعنساء والله هكذا ما شي حرم عليكم تبيعوا الملابس الداخلية تعنساء قلت له أخرج وخرج نفتي لك يا خرج قبل خاش كانوا كين سلتم وهم أنسك يدخلوا للسوق تعنساء كيلي تنحي عجارها كيلي تكشف شعرها راهي سوق نسوي قلت له يا رحم بابك أنت هذا السوق تعنساء قال لي بصح هرم عليهم قال لي يكون قولوك وش كانوا يبيعوا ما تجيش كان في رأسك قلت له يا ودي أنت لي ما تجيش في رأسك أنت ماكش متزوج شكون قالوك يدخل للسوق تعنساء حتى تشوف ملابس داخلية وتقول لي حير كيف هيبيعوها الله يهديك ويغفر لك رقعوا تبار هذه السوق تعنساء خليهم يبيعوا وش حبوا هو يدخل سوق النساء ومبادئ يقول لك حرام وش هم يبيعو هاك داك هذا ادخل وسط النساء ليراهم يغنوا بالدربوكا وقال لها حرام ارفد الدربوكا كسرها على رأسكتو يا ودي لازم تطلب منها السماح لعلها تسامحك أنت كسرت لها على رأسها دربوكا وانا رأني خايف ربي يكسر لك على رأسك أي حاجة لما تقدر لهاش وتولي تتمنى الموت ولن تجيدها روح لأختك أسرب ورأطلب السماح بكاها في نهاتها الفرحة التحى والله الدموع انتحى يهتز لها عرش ورحمن وروا محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح رواه أحمد وصحاحه ابن حبان وجماعة وحسنه الترمذي وألزم الدارا قطني مسلما بإخراجه إذن من السنة أن تكون الفاتحة في المسجد نعم صحيح صحيح